استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة صباح اليوم استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي حيث طلع سموه على مشروع سكك الحديدية الوطنية الإماراتية حضر اللقاء سعادة المهندس صلاح بن بطلم هيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة وأعضاء مجلس شركة الاتحاد للقطارات مع فلاح محمد الأحبابي وسعادة المهندس يوسف الصلاح صالح السويجي لدى استقبال صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات اطلع سموه على آخر التطورات في مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية والذي سيربط إمارات الدولة وفق شبكة حديثة ومتطورة وتعرف سموه على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وأهم القطاعات التي سيعمل عليها مشروع السكك الحديدية فضلا عن الفوائد المتوقعة والمرجوة لهذا المشروع الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية حيث تدعم شبكة السكك الحديدية النمو المستقبلية بنظام نقل مستدام وآمن وحديث سيسهم في تخفيف عدد المركبات المستخدمة على الطرقات مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية بفضل معاييرها العالمية المستوى وستعمل على تحسين حركة نقل السلع والأفراد عبر ممرات تجارية جديدة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من السكك الحديدية البالغ طولها 264 كم في عام 2015 وسيتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع والذي سيمتد على مسافة 605 كم من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غربا مرورا بإمارة الشارقة وصولا إلى إمارة الفجيرة في الساحل الشرقي على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من 7 ملايين طن سنويا إلى أكثر من 50 مليون طن سنويا وتوجه سمو الشيخ ذيابا محمد بن زايد آنانهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات بالشكر والتقدير لصاحب سمو حاكم الشارقة على اهتمامه وحرصه على إنجاز مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية مشيدا سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود واهتمام كبير لتطوير المشاريع الاستراتيجية في الدولة وأكيدا سموه على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يعد نقلة نوعية ويؤسس لقطاع نقل جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحقق العديد من الفوائد محليا ودوليا ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية ويحفز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات إن هذا المشروع يعبر عن التزام شركة الاتحاد للقطارات تجاه دولتنا لتكون الإمارات بين أفضل دول العالم في جودة النقل بما يتماشى مع رؤية 2021 التي تسعى إلى تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات حيث تعمل الشبكة كمحفز للنمو الاقتصادي من خلال ربط مراكز التجارية والصناعية الرئيسية وتوفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر